اشتركوا في القناة وحينما يتوفى الانسان يذكر بالمحاسن ومن محاسن الانسان انه يذكر مو بشخصه فقط يذكر حتى بشخصيته لما تتوفى وانت شخص محبوب وكريم وطيب مثل لما تفقد في خانة يقول مات الاستاذ الفلاني مات الدكتور الفلاني مات الرسامة الفلانية مات التاجرة فلانية الى اخره فكأسر منتجة يعني ناس يظهرون مواهبهم انا صراحة اكون فخور فيهم يعني بداية برنامج الان امكي جانا اكثر من 11 الى 15 لا انا متأكد من رقم لكن اكثر من اسره منتجة هذا دليل على وعي الاسر دليل على احترامهم لمواهبهم دليل على استغلالهم لاوقاتهم وانا اذكر حتى في قريبة لي من الدرجة الاولى اكلها لذيذ جدا يعني واذكرني حتى يعني نصحتها او نصحت مدري حتى ولدها لانه الاكلة اللي كانوا يقدمونها كل يعني يفوز بالعربي باختصارا على اللهجة صارت الحديثة هي كلمة يفوز يفوز من الاخر يعني هالبيوت انا ما اعتقد انها من البيوت اللي تطلب من مطاعم كثير او انها يعني تشتهي اكلات منوعة كل فترة لا فيه مهارات فيه تعود انا اذكر حتى واحدة بعد مقربة لي من كبار السن يوم كنت صغير كان عندها كتاب يطبع موجود في المكتبات في ذاك الوقت يمكن حتى موجودة الان كتب مثله ومطورة بعد كان يقدم اكلاتي الاكلة فلانية ومكوناتها الى اخرين فكانت كل يوم كل يومين يعني تقدم الزوجها والابناها وجبة من الوجبات فكانت من العوالي القليلة جدا انا كتقريب منهم وعاشرتهم فترة من العوالي القليلة تطلب من مطاعم لانه ما فيه ايشكالية على طلب من مطاعم ابدا ومنافسة حقوق الناس ومنافسة حقوق حتى الاسرة انك تنوع لهم وما تكلفهم دائما بالأكل بس انا اقول انه دائما اكل البيت هو اللي يفوز انه الاكل الصحي ويفوز انه الاكل اللذيذ ويفوز انه الاكل حتى اللي تاكله وانت برتاح والاكل حتى اللي ما يكلفك ماديا فانا احترم كصاحب موهبة رسالتي اللي انا اقدمها انا جيت شاعر هنا والله حتى طلعت اكثر من شاعر طلعت ممثل وطلعت مونجده وطلعت مقدم وطلعت من فضل الله فانا اقول اللي عنده موهبة اللي عندها موهبة طلحها بالشكل اللاعق الشكل اللي في حدود الأدب والذوق العام والمنطق والشكل اللي يرضيك ويرضي والديك ويرضي المجتمع اللي حولك مو شرط تكون بموهبتك في القمة ولا نجم ولا لا يكتفي انك تكون احترمت نفسك واحترمت وقتك وكانت مصدر رزق لك بعد الله سبحانه وتعالى لانه في النهاية الناس تعيش يعني القوت وشي مهم محد بعيش وضامي له جوعان فالضرور انك تعيش ولكم السلامة وبركاته والله يا فاتكم